طيب ازاي بقى واحد عايز ياخد منحة برة في كندا ازاي يقدم ايه الخطوات انا دلوقتي عايز اخد منحة في كندا وقلت خلاص هي كندا هي التارجت بتاعي حاملي هدخل على جوجل لدور على الجامعات ولا حامل ايه طيب هو دلوقتي فيه تلات طرق تاخد بهم منح ماجستيري او دكتوراه الطرية الاولانية هي الجامعات كل جامعة بيبقى عندها فند معين للناس اللي داخلها جديد طلبة ماجستير او دكتوراه بيديهم مبلغ يخش بيه كيعني حاجة ببوش كده يساعده في الاول يقدر يدفع بيه جزء من المصاريف يقدر يسكن بيه يأكل بيه وهكذا فدي الحاجة الاولانية الحاجة التانية هي المؤسسات البحثية في الحكومة في كل بلد دي موجودة في بلد كتير جدا ودي برضو بتدي حاجة بتبقى غالبا للناس المتميزين في حتة معينة مش لازم تبقى احسن واحد ولا اشتر واحد في كل حاجة مش لازم الجي بي اي بتاعك يبقى عالي جدا بس ممكن يكونوا عايزين حد قبل ما يتخرج من البكالوريوس نشر بحث على اقل بحث واحد في حتة الميكانيكا او حتة السيارات الحتة اللي هو عايزة ياخد فيها ماجستير او حتة التقى المتجددة طب احنا كده احنا كده هنرجع معك خطوار واعرف ازاي وانا طالب ممكن انشر بحث تمام اول حاجة تدور على منتر كويس الدكتور يكون شاطر في الابحاث وتقول له انا عايزة اشتغل معاك في الابحاث هو بيبقى محتاج طالبة تعمل حاجات اللي هي تكرارية اللي هو قراد يعرفها وممكن تاخد منه وقت كبير والطالب بيكون لسه متعلمهاش فبتبقى وين وين سيتيواشن انت بتسهل على الدكتور بتوفر له شوية وقت وتتعلم حاجة دي بالضبط وبيكتب اسمك في البحث فيبقى انت كده اخدت ادفانتج عن اي حد جميل يبقى الخطوة الاولى دلوقتي لو انا دلوقتي حالا طالب في الكلية بدور على دكتور كويس بيشتغل في الحتة اللي انا بحبها او انا نفس اشتغل فيها واقول له عايز اكون معاك اعمل معاك ابحاث وحاول انا اساعده في الابحاث عشان اسمي يتكتب في بحث على اقل اكون عملت بحث واحد في الحاجة دي ده خطوة اولي خطوة الترينينج لو انت في الاجازة الصيفية ما بين كل سنة والتانية روح اعمل ترينينج دور على ترينينج في اي شرك او خلص المنهج بتاع جمالتك عشان تيه تعمل ترينينج هنا بالضبط طبعا ده افضل مكان تعمل فيه ترينينج وتعلم حاجات جديدة واختلط بناس جديدة بره بره الجمع فدي من الحاجات اللي ممكن المؤسسات البحثية كانوا بدور عليها عايزين حد عنده سكيل زيادة شوية يكون عامل بورتفوليو بالبيثون بالسي بالسي بلاس بلاس حد عنده اكسبرينس عملية بيعرف يشتغل بايده كل الحاجات دي ممكن تخليك تاخد منها من مؤسسة بحثية ولكن سواء الجمعة او المؤسسة البحثية دي بيده مبلغ ثابت مرة واحدة وتعيش بيه طول مد بالضبط فانت بعد كده بتروح تتصرف تحوش جزء من الفلوس وتدفعها يعني تدفع بيه احنا عايزين نمشي في تفاصيل اكتر يبقى انا دلوقتي وانا طالب عندي حاجتين المفروضة اعملهم ادور على دكتور عشان اعمل معه بحث واروح اخد تدريب برا عشان يبقى عندي حاجة عملية تثبت ان انا شاطر في الحاجة دي طيب في حاجة دلوقتي في حاجة كمان ممكن اعمل انا طالب لو في انشطة جوه الكلية ايا كان المجال بتاعك روح شوف انشطة جوه الكلية حاجة برضو تخليك تتعلم الحاجة دي وانت اثناء الدراسة جميل طيب يبقى دول تلات حاجات انا بعملهم وانا في الكلية ادور على دكتور اعمل معه بحث واسمي يتكتب على البحث تاني حاجة ان انا اتدرب في شركة برا في نفس الحاجة اللي انا عايز اخد فيها ماجستير تالت حاجة ان انا اشوف الفرق اللي موجودة في الكلية او الكميونتز اللي موجودة في الكلية واشترك معهم في حاجة لها علاقة باللي انا عايز اعملو في الماجستير بزرط طيب ده كده خلاص دلوقتي احنا عارفين الماجستير فيه فيه تلات اشكال من الفند ياما فند موجود في الجامعة اصلا ياما فند موجود في الحكومة حكومات البلاد برا ياما قلت لي فيه تلات حاجة بس ما اطعتك انا قبل ما اتقول تالت حاجة ودي الاهم هي دي اللي بتيجي عن طريق الدكتور المشرف على الماجستير الدكتور نفسه عشان كده لما كنت بتقدم في الجامعات كنت بتبعت الدكتور دكتور من اللي موجودين في الجامعات بزرط كده انت بقى منمر على الفند على الكبيرة طيب فالفند بتاع الدكتور ده بيجي ازاي الدكتور بيكون عامل زي مع شركات مع مصانع مع مستشفيات مع بنوك مع اي مؤسسة برا الجامعة المؤسسة دي بتصرف على بتديله فلوس عشان يقدر يصرف على البحث ده هو بياخد الفلوس دي يديها كمرتب للطلبة اللي بتشتغل معه اللي هم بتوع الماجستير فبينشروا ابحاث ده مكسب للدكتور وهو بيديهم فلوس ده مكسب له جميل فدي بتكافر التويشن فيز أو مصاريف الدراسة طول فترة الدراسة لو انت ماجستير بتقديك سنتين ولو انت دكتوراه بتقديك ربع سنين بلاس انه بيدي لك بوكت ماني بيكفيك بقى في المعيشة يعني عدين بالضبط وده بيكون مقابل شغل برضه مفيش فلوس مفيش فري ماني هناك اه مفيش فلوس كده مجان فده زي انك بتشتغل كريسيرش أسستنت ممكن تساعدوا شوية في أبحاث تنزل تعمل وانك بتدرس جوه الجامعة هم هناك مش بيعينوا معايدين زي ما احنا بنعمل هنا يبقى متسبت تماما وتفضل طول عمرك كده لا ده هي بتبقى الطلبة اللي جايين يدرسوا بيدرسوا بالساعة والساعة دي هي بيبقى هي دي الفلوس اللي بتاع كانوا بيوفر لك فرصة عمل ودي الحاجة على الأد العيشة بتاعتك هي دي اللي بتقدر تاكل وتشرب بينها والمواصلات والحاجات دي كلها